وصلت الدفعة الأولى من المواطنين اليمنيين العالقين في السودان التي تضم 180 فردا على متنطائرة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن الدولي وذلك بعد إجلائهم عبر سفن سعودية من مدينة بورت سودان إلى مدينة جدب المملكة العربية السعودية وقال المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة إن شركة اليمنية ستقوم كمرحلة أولى بتسير رحلتين جويتين من جدة إلى مطار عدن لنقل 450 مواطنين يمنيا عالقين حيث تقل الرحلة الأولى 180 عالقا والرحلة الثانية تقل 280 عالق ترجمة نانسي قنقر